في إطار عصرنة مترو الجزائر سنتطرق اليوم إلى المشروع التي هي قيد الإنجاز وستراتيجية المؤسسة من أجل تقديم خدمة جيدة للمسافرين لإثراء النقاش حول هذا الموضوع يسعدني استضافة الرئيس المدير العام لمؤسسة مترو الجزائر سيد أرسقي علي أهلا وسهلا سبع الخير شكرا على تلبية الدعوة إذن سيدي منذ شهرين تقريبا تمت شركة استغلال مترو الجزائر عامها الأول من إشرافها على تسيير الاستغلال التجاري للمترو بواسطة كفاءات جزائرية مئة بالمئة تسهر على خدمة المؤسسة والمسافرين كلمة في هذا الصدد شكرا أنا سعيد بوجودي معكم اليوم في هذا البلاتول لنتكلم على موضوع مهم جدا وحساس اللي هو النقل وخاصة النقل في الوسط الحضاري نعم كمقدمة نشوف اليوم بأن مدن الجزائرية تتطور بسرعة وهذا يخلق احتياجات كبيرة للحركية كان في الماضي استجابة لهذه الاحتياجات باستعمال كثيف للسيارات الخاصة والحافلات وهذا خلق مشاكل الخناق المروري والذي انتجاب منه كذلك مشاكل التلوث البيئي والإزعاج وإلى آخره وفي السنوات الأخيرة في إطار استراتيجية الدولة الجزائرية للتطوير المستدام للمدن وتحسين معيشة المواطنين كان أدرج وسائل جديدة حاديثة كالمترو تراموي ومصاعد الهوائية وهي وسائل نقل سيدي ترانسبورد ماس يعني اللي يسمحوا تحسين التنقلات المواطنين كنت تكلمت على مترو الجزائر اللي اليوم أصبح الوسيلة المفضلة للجزائريين في العاصمة والأسرع أيضا ربح للوقت يوفر الأمن يوفر الراحة والربح في الوقت كذلك بحيث اليوم المواطن في وسط العاصمة يتنقل دون عراقيل من منطقة إلى منطقة دون عراقيل ويربح كثيرا في الوقت اليوم خط المترو يعني يمتد على 18.2 كيلومات و19 محطة ويربط الحي العاتيق لسحة شهداء حتى مدينة الحراش من جهة الشرقية ومدينة النعجة من جهة الجنوبية الشرقية ويمر على أحياء ذات كثفة سكانية كبيرة في وسط العاصمة واليوم يعني مترو ينقل يوميا حوالي 170 ألف مسافر وهذا يعني رقم مهم جدا كنت تكلمتي على حقيقة منذ 1 نوفابر 2020 يعني أصبحت السيير المترو بسواعد جزائرية نجحنا اليوم يعني في تكوين يعني عاملات وعمال جزائريين اليوم يصهرون على استغلال وصيانة هذه الوسيلة الحديثة وهي وسيلة ذات تكنولوجيا عالية يعني وهي صعبة للتسيير الحمد لله يعني نجحنا في نقل المهارات واليوم عندنا خبرة في تسيير المترو والحمد لله اليوم كلهم جزائريين جزائريات يصهرون على استغلال وصيانة هذا المترو حتى نعطي كل الرحة في التنقل للمواطنين خاصة في العاصمة أكيد هذا مكسب للجزائر سيدي اليوم تجري أشغال توسعة فيما يخص تمديد المسافة والتي تسير بوتيرة متسارعة هل يمكن وضعنا في الصورة فيما يخص الأشغال التي هي الآن قيد الإنجاز نعم دائما في إطار استراتيجية فق الخناق على العاصمة التي اليوم أصبحت من بين يعني نقدر نقول من بين العواصم الكبرى في العالم بحيث اليوم عندها تنوع في وسائل التنقل بالنسبة للمترو يعني فيه زوج مشاريع اللي هي اليوم في طور الإنجاز امتدادين لهذا الخط للخط الأول اللي راح يعني يربط مدينة الحراش بمطار دولي مرورا بواتس مار باب زوار يعني مر بأقطاب جامعية ومرافق يعني اجتماعية واقتصادية مهمة وأحياء ذات كثافة سكانية كبيرة هالطول هذا الامتداد هو تسعة فاصل خمسة كيلومتر وفيه تسعة محطات اليوم يعني الشغال الهندسة المدنية يعني جد متقدمة بحيث اليوم وصلنا بالنسبة يعني تقدم الشغال إلى 84 بالمئة وخصوصية يعني لهذا لهذا لأشغال الهندسة المدنية في هذا في هذا الشطر هو حفر النفق لأول مرة في الجزائر يعني قمنا بحفر النفق بوسيلة جديدة يعني اقتنى تهل الجزائر اللي يقوم يعني بحفر النفق وبنائه في آن واحد وهذا سمحنا بش نربح يعني وقت كبير في إنجاز هذا المشروع وعندنا المشروع الثاني اللي هو مهم كذلك بحيث رح يربط مدينة عيناجة بمدينة برقي مدينة برقي اليوم اللي أصبحت يعني عندها يعني كثافة سكانية كبيرة طول هذا الخط هو 4.4 كيلومتر وربع محطات وهنا كذلك يعني بالنسبة لأشغال الهندسة المدنية هي جيد متقدمة بحيث وصلنا إلى 88 بالمئة من يعني الأشغال الأشغال قيمة اليوم الحمد لله يعني وصلنا وين رح نوصل يعني في على مدى المتوسط إلى شبكة ميترولي فيها 34 كيلومتر و34 محطة نعم ورح نسمح يعني بتنقل أكثر من 300 ألف مسافر يوميا بإنجاز هذا الامتدادين سيد رزقي عندما نتحدث عن نسبة 84 بالمئة و88 بالمئة متى سيعني تسليم المشروع متى سيكون؟ تكلمنا على أشغال الهندسة المدنية وفي أشغال أخرى ستنطلق إن شاء الله في سنة 2023 بالنسبة للامتدادين هي أشغال إنجاز بما نسميها النظام الكلي يعني وضع كل أجهزة المترو حتى نسمح بدخول لهم في حيز الخدمة إن شاء الله بالنسبة يعني بالامتداد اللي رح يربط عندنا جابي بالرقي يعني رح يكون على زوج مراحل المراحلة الأولى إن شاء الله نطمح أن يدخل في حيز الخدمة في نهاية 2024 أما بالنسبة لامتداد اللي رح يربط مدينة الحراش بمطار الهواري بومدين اللي هو يعني خطاويل رح يعني كذلك نبدأ يعني في إنجاز النظام الكلي ووضع كل جهزة اللازمة وهذا لدخوله في حيز الخدمة إن شاء الله بابتداء من الثلاث الأول لـ 2026 يعني الشريعة ستسلم في أجالها المحددة في أجالها المحددة إن شاء الله بحول الله أيضا هناك مشاريع إضافية أفاق 2026 ستمتد إلى أبعد حدود العاصمة يعني ضعنا في الصورة فيما يخص هذا المشروع سيدي يعني بالنسبة للعاصمة حقيقتنا اليوم العاصمة يعني تعرف يعني ضغط كبير يعني اختناق كبير للمرور كبير يعني في حنا كمنا درنا دراسات على المدى البعيد رح نوصل لشبكة مترو اللي رح توصل إلى 60 كم و 58 محطة بحيث درنا دراسات لامتداد خط المترو للجهة الغربية اللي اليوم تعرف يعني مشاكل اختناق المروري نعم درنا دراسات لوصول هذا الخط إلى شوفالي ومن شوفالي إن شاء الله رح يوصل إلى الشراقة وحتى ولدفايت من جهة ومن جهة أخرى رح يمر على دالي براهيم العاشور يوصل حتى الدراريا الطول هذا الامتداد هو 26 كم وفي 26 محطة هذا يعني رح يسمح يعني لفوق الخناق على الجهة الغربية ويعني رح يحسن كثيرا تنقلات المواطنين وهذا يعني برنامج لإسترات الدولة على مدى البعيد ورح ينشاء الله إن شاء الله ينجز في سنين القادمين بحول الله هل ننتظر مشاريع تطلقها مؤسسة مترو الجزائر في ولايات غير الجزائر العاصمة؟ حقيقة إن مؤسسة مترو الجزائر متواجدة في عدة ولايات يعني لو نعمل كذلك بسرعة يعني حوصلة على ما أنجزة كأنجزة الكثير اليوم يعني نقدر نفتخر بأننا نعتبر ربما من أول بلد إفريقي اللي عنده يعني عادة كبير من هذا الوسائل الجديد هذه الوسائل الحديثة اللي هي يعني وسائل تكنولوجيا عالية حديثة لتسمح يعني تحسين تنقلات المواطنين كنا نجزنا يعني في عدة ولايات وسيلة النقل بطرموي عندنا في العاصمة عندنا خط ترموي اللي يربط يعني اليوم المعدومين بدرغانا مورورا ببرج كيفان باب زوار اللي هي أصبح يعني خط مهم جدا في تحسين تنقلات الجزائريين خاصة بالنسبة للجهة الشرقية عندنا كذلك مدن أخرى اللي استفادت من هذه الوسيلة هي قسنطينا اللي فيها اليوم خط ترموي في 18 كيلومتر يعني يربط المدينة القديمة بالمدينة الجديدة اللي علي منجلي اللي اليوم أصبحت كذلك مدينة كبيرة ذات كتفة سكانية كبيرة وعندنا كذلك في السطيف خط ترموي وعندنا حتى في الجانب عندنا خط ترموي في ورغلا وفي الجهة الغربية عندنا كذلك خط ترموي لمدينة وهران ومدينة سيدب العباس نعم هذا عن المشاريع المنجزة وكالمشاريع اللي هي في طول الإنجاز عندنا في مدينة مستغنم كما تعرفون مدينة مستغنم هي مدينة جميلة مدينة ساحلية بامتياز يعني كنا نجزنا خط ترموي اللي في 14 كيلومتر سيربط الوجيه البحرية بواسط المدينة يعني هو مشروع سياحي بالإضافة إلى أنه مشروع ينقل المواطنين مشروع للنقل الحضاري وكذلك سيخدم كثير من السياحة في هذه المدينة يعني خط مهم جدا بحيث يربط الوجيه البحرية اللي فيها سياحة كبيرة بواسط المدينة فيها 14.2 كيلومتر يعني الأشغال كملت اليوم دخلنا يعني في مرحلة نحضره في الاستغلال دخلنا 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 يعني سنبدأ في الأيام القادمة يعني في التكوين تكوين كل العمال الذين رح يسهرون على استغلال هذا الخط متى سيدخل حيز الخدمة؟ يعني قبل نهاية الثولة الأول لـ 2023 سيدخل في حيز الخدمة يعني قريباً قريباً إن شاء الله وفيها كذلك عندنا بالنسبة يعني المصاعد الهوائية كنت الجزائر كذلك نعرف يعني مدن خاصة المدن الشمالية هي ذات تضاريس جبلية نعم ومصاعد الهوائية هي يعني وسائل النقل يعني مطابقة لهذا التضاريس عندنا يعني نجزنا عدة 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 بيجوزة براي اللي أنجزت بالنسبة للعاصمة عندنا عندنا أربعة تيليفيريك وزوج تيليكابين اللي يراهم في الخدمة ليسمحوا يعني تحسين تناقلات يعني سكان المتوجدين في أعالي العاصمة وعنا كذلك في مدن أخرى كتلمسان عنا باسكيك دا قسنطينة فيها كذلك وبليدة يعني مصاعد شريعة ويعني كذلك يخدم كثيرا السياحة سياحة نعم في الجزائر وعندنا مشاريع أخرى في طول الإنجاز عندنا كمدينة تيزيوزو كنا أنجزنا الشطر الأول في وسط مدينة تيزيوزو ليربط يعني محطة كفنعجاء بوسط مدينة تيزيوزو على طول 2.5 كم وهذا الخط أصبح مهم جدا في تحسين تنقلات يعني سكان مدينة تيزيوزو بحيث ننقل أكثر من 14 ألف مسافر يوميا رقم كبير شكرا رقم كبير ويحسن يعني وفيه ربح للوقت كبير في التنقل يعني في وسط مدينة تيزيوزو وفيها زوج مشاريع أخرى اللي هي في طول الإنجاز اللي رح نوصل يعني هذا الواسيلة من وسط تيزيوزو حتى سيدي بلوة وإن كان يعني مستشفى سيدي بلوة سيدي بلوة رح نوصل كذلك بالتليفيريك حتى مدينة رجونا التي هي متواجدة في أعالي تيزيوزو نسبة الأشغال فيما يخص هذه المصاعد الهوائية على مستوى ولاية تيزيوزو وليت تيزيوزو اليوم تفوق يعني أربعين بالمئة نسبة أشغال هذا زوج المشاريع اللي رهم اليوم في طول الإنجاز كذلك نجزنا نعم هناك أيضا مشروع فيما يخص المصاعد الهوائية بوهران نعم بوهران كنا نجزنا هذا المشروع وهو مشروع مهم جدا بحيث هذا المصاعد الهوائي سيربط مدينة وهران بأعالي مرجاجو المعروفة منطقة سياحية كذلك ورح يعني يمر على حي حي شعبي كبير في مدينة وهران وحي البلونتار لفعين كثفة سكنية كبيرة رح يعني يحسن كثيرا يعني تنقلات المواطنين في مدينة وهران ويعني اليوم الأشغال جد متقديمة يعني رأنا في رتوشات الأخيرة نعم ورأنا نقوم بتقييم الأمني حتى حتى نهي يعني الملف الأمني حتى نوفر كل الشروط الأمنية لدخوله في حيث الخدمة قريبا إن شاء الله بحول الله من خلال هذه المشاريع سيد أرسقي نفهم أن استراتيجية الدولة الجزائرية ليست مكتفية فقط بفك الخناق والإزدحام ولكن أيضا من خلال هذه المشاريع هو إظهار الوجه الجمالي للمدن الجزائرية يعني مراعاة ذلك أيضا حقيقة اليوم لدينا استراتيجية استراتيجية النقل في الجزائرية عصرانة وسائل النقل نعم حتى النقص في استعمال السيارات الخاصة والحافلات التي تخلق مشاكل كبيرة بالنسبة لتلوثها خاصة تلوث البيئي والإزعاج اليوم دخلنا في عصرانة وسائل النقل على غيرار المدن الكبرى في العالم اليوم وصلنا على مستوى المدن المتقدمة عندنا اليوم في مدن الكبرى في الجزائر وسائل حادثة وسائل نجحنا في عصرانة هذه وسائل النقل ولابد سنستمر إن شاء الله في التطوير كل هذه وسائل النقل التي ستحسن ستمس تحسين معيشة المواطن مباشرة المواطن سيستفاد عندما المواطن يتنقل بسهولة ويربح في الوقت ستكون فايدة كبيرة حتى للاقتصاد الوطني نعم وعندما نتحدث أيضا عن عصرانة وسائل النقل نتحدث أيضا عن وسائل الراحة المتوفرة على مستوى بطروق الجزائر أو حتى التنمؤ نعم اليوم نرى المواطنين راضيين كثيرا بهذه الوسائل نرى المواطنين المواطنين حقيقة أن تسهل كثيرا تساهم في تحسين معيشة المواطنين وأيضا من خلال مراعاة أيضا كل الفئات سواء الفئة المعاقة أو الفئات الأخرى أيضا هناك منازل خاصة بالمعاقين هناك أماكن للراحة يعني كلها يدخل في إطار عصرانة مترو الجزائر وعصرانة وسائل النقل كما تفضلتم وقلتم سيد أرزقي نعم حقيقة بالنسبة يعني كل كل ما نجزناه هو إطاكسيسيب لهذه الفئة ملائم ملائم يعني اليوم حتى هذه الفئة تتنقل بسهولة كبيرة في هذه الوسائل هي وسائل حقيقة وسائل حديثة ونرى كمترو الجزائر اليوم أصبح من بين أجمل مترو في العالم نعم ونجزها بالتكنولوجيات عالية وحديثة ويعني هذه تكنولوجيا ريسونت لنجزنا بها هذا المترو نعم وحتى من الأشياء الإيجابية الحديث عن الاشتراكات الشهرية والبطاقة الموحدة أيضا نعم اليوم عندنا المواطني عنده يعني يقدر يقتني اشتراكات حتى يربح يعني في السعر بحيث اللي يستعمل دائما المترو من الأحسن هو يعني يقتني اشتراك اللي راح يعني يربح في في السعر يعني ريديكشون دو تاريف دونك فيها حقيقة إن غام طريفة لتسمح لكل فئات المواطنين يعني لتنقل بسهولة في هذا الاخر في هذا الوسائل يعني حتى يعني حتى يعني حتى يعني في اشتراكات خاصة بهم طلبة وتلاميذ أيضا وحتى المسنين يعني عندهم تخفيضات يعني درنا توتينغم طريفة لتسمح لكل فئة حتى يتنقل يعني بسهولة في هذا الوسائل النقل وعننا اليوم يعني عملنا كذلك بالنسبة ليسكونا بالانتيرو بيرابيليتي يعني باستعمال تذكيرة واحدة يقدر يعني يتنقل في المترو وطراموي بالتذكير يعني يقدر يشير التذكير في التراموي ويتنقل بها في التراموي وفي المترو هذا كذلك يدخل يعني في في تحسين الخدمات نعم المقدمة للمسافرين للمواطنين أكيد أنه عصرنت وسائل النقل مهم جدا بالنسبة لتحسين الخدمات وهناك مشورية واعدة بحول الله إن شاء الله في طور الإنجاز بالتوفيق لكم سيدة رسقي علي أنتم رئيس المدير العام لمؤسسة مترو الجزائر شكرا جزيلا على هذا الاستضافة العفو